لا ما فر منه، هذا هو الحل الوحيد، هذه قوة الجزائر، هذه الشيء اللي تخلينا دائما نتحكم في وضعنا، اللي نتحكم في قرارنا، إذا كان متحكمنا في اقتصادنا، ما نقدرش نتحكم في القرار السياسي، وهذا هو التحدي تعكم، وأنا متكلع لكم كثير إذن طوية الصحائف وحان وقت العمل الميداني الجاد والعبر بالنتائج والأرقام التي ستخضع للحساب والعقاب، هي محاور كبرى لعنوان براق يخص طورة اقتصادية بملامح سواعد محلية لمركزية محركها 48 وارياً و 17 وارياً منتدباً هي كلمة نسلها الوزير الأول من غمدي سيف الحجاج، وأشهره في وجه الولاد والولاد المتدابين ممن ستسول لهم أنفسهم السقوط في غربال البيروقراطية والوقوف كحجرة عقبة في وجه الاستثمار المحلية سلال اعتبر دور السلطات المحلية المشكل من الولاد والمتخبين حاسماً ومحورياً في تشجيع مناخ الاستثمار في الجزائر وبعثه على خلفية انهيار أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية الذي يحتاج إلى تنظيم بيئته من النفايات والبيوت الهشة التي شوهت جمالية البلاد وصنفت عاصمة الجزائر في ذلك الترتيبات العالمية نواجه هذا الظاهر السلبية أو الظواهر هذه السلبية لتمثل مدن تعنا تمثل مجتمعات تعنا ما يسمى بالنظافة ما يسمى باحترام المحيط ما يسمى بالمس بالمرافق العمومية بدوره وضع المسؤول الأول على قطاع الداخلية ولاة الجمهورية أمام مسؤولياتهم وهو الاتجاه الجديد الذي سيرتكز عليها التقييم الدوري لعمل الولاد بعد سات مجهر بورصة الاستثمار في مجالة الفلاحة والسياحة والصناعة وبالطبع البيئة وتطهيرها من كل الشوائب لاسيما النفايات التي أضحى تتؤرق الحكومات المتعاقبة حيث سطرت عشرات المخططات القضاء على هذه النفايات هذه الأخيرة التي أجهضت برامج الجزائر البيضاء ومشاريع أخرى يكون للسادة الولاد والولاد المنتدبين الدور الحاسم في إرسائه على قواعد سليمة وإنجاحه في الميدان وهو ما سيتطلب من الجميع متابعة حتيثة وعمل مكتف مع منتخبين المحليين من أجل تطوير روح المبادرة لديهم ودفعهم إلى إيجاد حلول ذاتية من أجل تحسين الوضعية المالية لبلديتهم وتكون بذلك السلطة المحلية المتهمة الأولى أمام مسؤولها الأول ممثلا في وزير الداخلية والوزير الأول الذي قرر استحداث سنة جمع الحكومة بالولادة في لقاءة دورية الغرض منها تنسيق العمل من أجل قضاء على لعنة التابعية للجباية البترولية وذلك بالاستثمار في الفلاحة والسياحة والصناعة وهي الأضلع الثلاثة التي من شأنها حقا تحقيق استقلال اقتصادي للجزائر بعد أكثر من ستين سنة فهل سينجح حقا سلال وطاقمها الحكومي في هذه المأمورية؟